جدد مجلس القيادة الرئاسي طمأنة مجتمع الأعمال الإنسانية ووكالات الإغاثة والقطاع الخاص باستثناءات تضمن استمرار تدفق السلع والمساعدات إلى مستحقيها وحماية الاقتصاد الوطني من أي آثار قد تترتب على تصنيف ميليشي الحوثي منظمة إرهابية وحذر من تجاوز القواعد المعتمدة بهذا الخصوص وناقش مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليم اليوم الإجراءات الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني القاضي بتصنيف ميليشي الحوثي منظمة إرهابية ووقف مجلس القيادة الرئاسي على الإجراءات التنفيذية لنظام العقوبات والسياسات الحكومية المطروحة لإدارة التداعيات المترتبة على توقف الصادرات النفطية والحد من آثارها الكارثي على الأمن الغذائي والأوضاع المعيشية والخدمية وتشمل الإجراءات المقترحة معاقبة قيادات الميليشي الحوثية والكينات التابعة لها والأفراد المنخرطين في شبكة تمويلات مشبوهة لتقديم الدعم المالي والخدمي للجماعة الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني أقر مجلس القيادة الرئاسي عددا من الإجراءات والإصلاحات الضرورية في قطاعات ومؤسسات حكومية من أجل التنفيذ الصارم للعقوبات وحماية المكتسبات الوطنية ومصالح المواطنين والاستثمارات في القطاع الخاص بموجب القانون واللوائح ذات الصلة اشتركوا في القناة